تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجية الشمالية الشرقية حيث بدأت الجولة بالمرور على الوحدات المكلفة بتأمين معبر رفح البرية وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركاني حرب القوات المسلحة إجراءة التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي حيث بدأت الجولة بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري وأكد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة أن المهمة الرئيسية للقوات المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وأن رجال القوات المسلحة قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل مؤكدا على أهمية التحلي بالعلم والإرادة والحفاظ على اللياقة البدنية العالية لضمن تنفيذ كافة المهام باحترافية عالية وأضار حوارا مع عدد من المقاتلين استمع فيه لأرائهم والصفصرتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات كما اطمأ النع الحالة المعيشية والإدارية للفرض المقاتل ومنظومة التأمين لخط الحدود الشمالية الشرقية واستمع إلى شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنصيق بين كافة التخصصات بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار 24 ساعة كما شرك رئيس أركان حرب القوات المسلحة المقاتلين تناول وجبة الغذاء داخل إحدى نقاط خط الحدود الدولية مؤكدا على ضرورة تفهمهم لمهامهم المكلفين بها والتي تعتمد على اليقاظة العالية والقدرة على التعامل مع كافة المواقف الطارئة أعقب ذلك المرور على عدد من الارتكازات الأمنية بمدينة رفح حيث نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول عبد الميجيت سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمقاتلين وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة مؤكدا على ثقة القيادة العامة للقوات المسلحة في قدرتهم وكفاءتهم القتالية مع الحرص على عدم الانصياع للشائعات والأحاديث التي تهدف إلى النيل من الدولة المصرية التي تحملت الكثير في حربها على الإرهاب وتكفيف منابعه حتى تحقق الأمن والاستقرار الذي ينعم به الشعب المصري عموما وأهالي سيناء بوضع خاص موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن أرض سيناء الغالية واتبع رئيس أركان حرب القوات المسلحة من مركز عمليات قطاع تأمين شمال سيناء إجراءات فرض السيطرة وتأمين المشروعات التنموية التي تنفذ في إطار خطة التنمية الاستراتيجية لشمال سيناء مشيدا بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته وعلى همش الزيارة التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمحافظ شمال سيناء ومدير الأمن لاستمرار تنصيق الجهود بما يخدم طموح أبناء شمال سيناء في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لهم حضر الجولة التفقدية قائد قوات حرس الحدود ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقائد الجيش الثاني الميداني والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وقائد القوات الخاصة وعدد من قادة القوات المسلحة اشتركوا في القناة